الشرق الأوسط موسكو ارتفاع أسعار الحبوب سببه إجراءات غربية مدمرة قالت روسيا اليوم الاثنين إن ارتفاع أسعار الحبوب الذي يثير مخاوف من حدوث أزمة غذائية عالمية ونتيجة إجراءات مدمرة اتخذها الغرب وليس ناجما عن حظر موسكو الصادرات من أوكرانيا وكتبت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخروفة على تيليجرام فيما يتعلق باحتمال حدوث مجاعة يتجه عدد متزايد من الخبراء نحو سيناريو متشائم وهذا ناجم عن الأنظمة الغربية التي تعمل كمحرض ومدمر بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية